نيلو بنجادة نيلو بنجادة مديل فني الأسبق لنادي الزمالك أو مديل فني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم طلع كلام النهاردة إنه ممكن يجي يضرب نادي الزمالك أو طلع كلام النهاردة إن الزمالك يفاوض في إنجادة أو طلع كلام النهاردة إن الزمالك اتفق مع بنجادة طيب الأول إحنا في رقم عشرة هنا حتى لو الخبر يبدو مش منطقي ومش سليم وصعب يتوزن فمنحب نروح نتأكد لعله وعسى يمكن حد حتى اللي مش منطقي دهوة يعجبه فروحنا لنادي الزمالك فنادي الزمالك نفى قطعيا هذا الأمر نفى قطعيا هذا الأمر ونادي الزمالك قال كده نص قالك إحنا من الأول قيلين إحنا مش عايزين مدرب مريح يعني عايزين مدرب شغال عايزين مدرب واخد بطولات عايزين مدرب عامل إنجازات فبينجادة مستبعد تماما وما جاش أصلا ولا ما يعرض بينجادة على مجلس الإدارة دي حكاية طيب يمكن الزمالك بيخب علينا يمكن الزمالك مش عايز يعلن دلوقتي وبيقول لنا كلام عشان بس يعرف يخلص هو مفاوضاته مثلا يعني بتحصل زمالك وقال كل الأندية بتحاول إيه تقفل على القصة وتقول إيه كلام غير الكلام اللي موجود في المفاوضات عشان ما تطلعش الكلام ده اللي حين حسم الأمر رحنا سألنا نيلو بنجادة نفسه يا عم بنجادة هل حضرتك جاء لك عرض ابن الزمالك فقال لك نصا كده قال لك مفيش كلام من ده خالص لم يناقشني أحد ولم يتفوض معي أحد ولم يفتحني أحد في تدريب نادي الزمالك قال إنه هو ما عندوش منع يرجع مصر تاني وإنه يرجع نادي الزمالك أو يروح لأي نادي آخر أو يدرب في أي بلد آخر ما عندوش منع يعني ما عندوش منع من حيث المبدأ إنه يرجع يدرب عادي تاني بس قال مفيش أي حد من نادي الزمالك سواء من قريب يعني اللي هو من مجلس الإدارة نفسه أو من بعيد اللي هو ممكن يبقى وكيل مثلا عرض عليه أنا مفيش حد يكلمني خالص في حكاية نادي الزمالك وده كلام إعلام أو كلام صحافة زي ما هو قال طيب وقال لك نقطة مهمة جدا إنه الشكبالة أو الزمالك تواصل معه فقط فقط عشان يتوسط مع سبورتينج لجبونة في حكاية غرامة شكبالة وإزاي الزمالك يقصتها دي الحكاية اللي تواصل فيها نادي الزمالك مع بنجادة منذ أيام كمان مش النهاردة منذ أيام قالوا له لو تقدر تتدخل في هذا الأمر وتساعدنا ياريت عشان عايزين نسدد الغرامة على طريق الإقصاط عشان نرفع إقاف القيد هو ده نص ما قاله بنجادة بعد شوية أو بعد لحظات هعرض لكم النص الصوتي لحديث بنجادة لنا عشان هكنا يا دوبك كلمنا معاه قبل ما نخش على الهواء على طول وهو ما كنتش قادر يستنى عشان هو موجود دلوقتي حالياً في الإمارات فالوقت متأخر جداً في الإمارات في هذه اللحظة فرق التوقيت يعني فساب لنا بويس نوت كده رسالة صوتية هعرضها على حضراتكم بعد لحظات ترجمة نانسي قنقر